هتكون طبعاً مع الصحفي الأسباني ليكون معنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس جليرمو توريبيو خامنس أهلاً بك طبعاً بدايةً على شاشة النادي الأهلي أمر حضيرك كبك نحن طبعاً في كل أنحاء العالم عشاء كتير جداً للريال والبرسة اللي يمكن ظهرت معانيتهم بشكل كبير جداً في الموسم الحالي هبدأ معاك بالحديث عن رحيل زين الدين زيدان ومن وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب برغم أنه كان ليه نجاحات كبيرة جداً مع النادي الملكي هل بسبب إخفاخه في تحقيق بطولة ولا بسبب خلافات مع إدارة النادي يتحدث بالنسبة لزيدان هو خسارة كبيرة بالنسبة لريال مدريد على الرغم من أنه له علاقة قوية برئيس النادي وكان كان يقول أن عقد زيدان به له مستحقات عند النادي الملكي ولكن النادي الملكي توجد مشكلات في هذا الأمر وهذا ما دفع المدرب زيدان لإتخاذ هذا القرار والرحيل عن ريال مدريد إيه هي أسباب عدم حصول ريال مدريد على بطولة الموسم الحالي من وجهة نظرك يتحدث بالنسبة لعدم حصول ريال مدريد على أي بطولة في الموسم الماضي لم يحسب الأمور بشكل جيد تأداره وهذا أثر على مسير ريال مدريد أثناء الموسم الماضي ولذلك يجب عليه تصحيح هذه الأمور وللعودة مرة أخرى لجو البطولات التي تعودنا على ريال مدريد بشكل عام الريال لم يكن موفق بشكل كامل الموسم الماضي واللي يكون بطن الدوري لم يكن على المستوى المطلوب وهذا هو رأيه في هذا الأمر جيلير مخليني أسألك لأنه يبدو أنه إذا كنا نتكلم عن تصحيح مصار فإنه إدارة الريال ارتعت أنه كارلو أنشلوتي هو القادر على تصحيح مصار الريال هل تعتقد أنه أنشلوتي وحده قادر على إحراز بطولة مع الريال في الموسم الجديد هذا الأمر معقد بالنسبة لأنشلوتي بالنسبة لعودته لريال مادريد بالنسبة للفرق القوية مثل الريال مادريد والفرق المتميزة لابد أن تكون عندها مزيد من الصبر في الاختيار ويرى أن ريال مادريد تعجل في هذا الأمر ولذلك لعودة ريال مادريد لكسب المباريات وكسب البطولات لابد أن يتريس أكثر من ذلك ويكون هناك فرصة لاختيار لمدرب يكون قادر على تصحيح المصار بالنسبة لريال مادريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو بيرى عشاء الريال أنه إدارة النهدي لم تعود الظاهرة كريستيانو بنجم بنفس القدر قادر على أنه يكون مؤثر مع الريال يمكن سمعنا عن انتداب ديفيد ألبا ولكنه مدافع عمره متقدم في العمر صاحب خبرة ومشوار مهم لكنه لا يمثل إضافة التي يتمنها عشاء ريال مادريد تعليقك بالتأكيد كما يقول أن بالتأكيد أن ريال مادريد حاول حاول كثيرا بتعويض كريستيانو رونالدو ولكن لم يكن هذا بالأمر السهل لتعويض لاعب بقدر كريستيانو حتى بالنسبة لبنزيمة يعني يحاولون أن يكون بديلا أو يعني على نفس المستوى ولكن حتى اللحظة لم يتحقق هذا الأمر بالنسبة لتعويض مكانة كريستيانو رونالدو في مركز مركزه طيب عشان أقفل صفحة الريال معاك خليني أسألك على اسمين على وجه التحديد إيدن هازرد نقبل بلجيكي بعد موسم يعني ما كانش على المستوى المأمول أو المتوقع هل بترى أنه مستقبله مع الريال وأيضا سيرخي رامس لأنه كلام كتير بيتالى على أنه على أبواب الخروج من سانتياجو بالنبيو وإذا كان عندك علم أيضا بوجهته المقبلة هل هتكون بي أجي ولا وجهة بديلة تحديد أنسرخي رامس له الرغبة في الاستمرار مع النادي الملك ريال مدريد وإذا فكر في هذا الأمر سيكون القرار صعب جدا بالنسبة للريال وبالنسبة أيضا لللاعب وفي حالة تركه للنادي أو رحيله لنادي آخر ستكون بالنسبة له خسرة أيضا حيث أنه تعود كثيرا على هذا النادي العظيم في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة تم التأكيد في أكتر من مناسبة لأنه لاني الميسي مستمر في مشواره مع البرسا وأنه سينهي مشواره الكروي في كتالونيا لكن الحقيقة ويمكن اللقاة من ده الصفقة الأخيرة اللي أبرمها برشلونة مع طبعا النجم الأرجنتيني أجويرو لكن في بعض التقارير صدرت النفيهي احتماليا أن يكون في صفقة تبدلية بين المان سيتي وبين برشلونة سمعنا أسماء زي ميسي في مقابل رياض محرز ميسي في مقابل رحيم سيرلينج هي معلوماتك عن الصفقة دي بالنسبة لللاعب أجويرو موجود في برشلونة ولهذا السبب يعتقد أن أيضا ميسي مستمر مع برشلونة طالما أن ميسي مستمر فأجويرو أيضا مستمر في هذا الأمر خليني أسألك على اليورو 2021 وعلى مشاركة منتخب إسبانيا فيها وحظوظ المنتخب الإسباني اللي بيغيب عنه يمكن عدد من الأسماء المؤسرة وأخيرهم طبعا سيرجيو بوسكتس لعب برشلونة لعب وسط الملعب في برشلونة في رأيك هل المنتخب الأسباني عنده قدرة على المنافسة على البطولة في برشلونة بالنسبة للمنتخب الأسباني يتوقع أن يخوض مباريات قوية وله فرصة كبيرة في الحصول على لقب اليورو 2021 ويرشح المنتخب الأسباني واحد من ضمن الفرق القوية لهذا الأمر خليني أختم كلامي معك جاليرمون مع النجم المصري محمد صلاح التقارير صحفية كتير تكلمت عن وجود اهتمام وفي بعض الأوقات وجود مفاوضات فتح باب مفاوضات ما بين برشلونة وريال مدريد من ناحية وليفربول من ناحية لاستقدام النجم المصري محمد صلاح للدوري الأسباني معلوماتك عنده هل بتشوف أنه الأخبار تطرقت في فترة من الفترات لمفاوضات جدية ولا مجرد أخبار صحفية فقط لغير هو نفسه مع محمد صلاح في إحدى المقابلات في أسبانيا في مقابلة وعندما كان مع محمد صلاح لم يكن لديه لم يكن شعر أن محمد صلاح ليس له النية في الانتقال إلى الدوري الأسباني وريال مدريد وبارسلون ليس فقط ريال مدريد ويتحدث بالنسبة لكن لو أن ريال مدريد وبرشلون حاولوا بشكل أكبر من الممكن أن يكون من الممكن أن يكون ولكن يجب أن تصل الرسالة إليه أنهم جدين في هذا الأمر جيلرمو توريبيو خامينيز الصحفي الأسباني بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك لنا في السادسة دي كانت آخر أخبار انتقالات وانتدابات والسعدادات باشلونة وريال مدريد للموسم الجديد ترجمة نانسي قنقر